وسبنا بقى المحافظات القريبة ونروح بقى للأماكن البعيدة شوية لكن فيها المناظر الطبيعية الخلابة بالدايفينج تعالوا بقى نروح لان فيه شريحة كبيرة مش في مصر في العالم بيجوا مخصوص عشان يعملوا يغتاصوا عندنا دايفينج تحت الميا بالسمك بألوانه بالشعب المرجانية أكتر المحافظات أو الأماكن السحية لو أنا عايزة روح أعمل دايفينج واستمتع بالتجربة الجميلة دي أروح فين طابة ولا شارم ولا غرداء بصراحة هو البحر الأحمر كله إذا كانت محافظات جنوب سينة أو محافظة البحر الأحمر مليانة بالشعب المرجانية والدايفينج والسنوركليم فلو جينا جوا سينة هنلاقي شارم الشيخ هنلاقي دهب هنلاقي نوابع هنلاقي طابة كل دي محافظات أو بلاد فيها شعب مرجانية وغطس لو طلعنا على الساحل بتاع البحر الأحمر هنلاقي مرسى علم والغرداء طبعا لغاية لما نصل لتحت الحلاب وشلسين كل المناطق دي بتمتاز بالغطس بتاعها ده أنا بلاقي الأجانب جايين ومعاهم الكتايب وعارفين المكان ده كم متر تحت وكم متر ما عافش عمق وهيختص إزاي وواخد تدريب وبيجوا هنا كمان في مصر بيدربوا على الغطس واللي بيعجبني جدا إن إحنا بقى عندنا في مصر experience وناس فاهمة جدا وناس يعني الأجانب بيجوا يتعلموا عندنا أنا عايزة أقول لحضراتك إن فيه أجانب بتيجي للبلوهول في دهب علشان تحقق ريكورد إن هي نزلت غطسة في البلوهول هو بقى البلوهول بص أنا عملها يعني أمشي معاك لغاية ما نوصل للبلوهول دي إيه البلوهول دي أساسي؟ البلوهول دي يقال إنه فيه نايزك زمان وقع على شط البحر الأحمر فعمل حفرة دايرة لعمق أعطاك التسعين متر فعميكة جدا فمن وينت على الشط شايف البحر كله مية تركوزية إلا الحتة دي بقعة زرقة نتيجة إن هي عميكة جدا اللي هو الهول اللي هي الفتحة دي فبلوهول بتبقى لونها أزرق فيمكن فيه ناس كتير يقول لك إيه البلوهول اللي انتوا تكلموا عليها هي دي بتبقى فعلا في البحر واخدها كده سيركل كده بين إن هي دي المنطقة البلوهول الأجانب والمصريين وكله بيجوا يعملوا غطس في الحتة دي عشان يشوفوا الشعب المرجنية حوالين البلوهول وفي حتة بيسموها شق التعبان بين الصخور وبين الشعب المرجنية حتة ديقة جدا لازم حد يكون محترف هو اللي يدخل ليدخل يشوف منظر السمك الملون والشعب المرجنية هادي عمل هنة بقى نجمينا الجميل عادي الإمام فاكرين فيلم جزرت الشيطان اوه يسرى ايوه لما لك المكان ده محدش يقدر يختص فيه لازم يكون معافش على كم ألف أدم ايوه يعني عارف بالزبط يفكرني بنفس البلوهول لأن فيه أماكن بتبقى خطر بس مظار سياحي بيدفع فيه ملايين الدولارات عشان ييجوا يشوفوا ويختصوا في المكان ده فدي مصر برده ايه تاني من الأماكن اللي غطس فيها ممتع او كمان السناركلينج وغير بقى البانانا بوت والدونتس يعني كل ألعاب المية كل ألعاب المية بالشمس بالموج الحلو عندنا في مصر في مرسى علم مرسى علم بتمتاز أن البحر بتاعها موجود فيها التيرتل اللي هي الصلحفة اللي بتعيش في المية والدلفين وكائنات بحرية كبيرة شوية مش بس سمك ملون فالناس اللي بتختص أو بتعمل سناركلينج بتشوف الكائنات البحرية دي بشكلها الملون وحجمها الكبير التيرتل دي كمان ما باللقاش في أي مكان أصلا في مكان تاني اسمه محمية وادي الجمال ده في جنوب مرسى علم دي محمية طبيعية مليانة بالكائنات الحيونية زي الجمال وطيور ندرة والبحر بتاعها فيه سمك ندر جدا المحمية دين كمان فيها شجرة اسمها شجرة المنجروف الشجرة دي جوه البحر طلع جوه البحر وجزرها نزلة في البحر برغم أن كل الأشجار ونباتات بتشرب مية عزبة لكن دي بتنمو على المية الملحة المية الملحة لأن الطبيعي هي تموت لأن المية ملحة ده في أي مكان دايما في مرسى علم في محمية وادي الجمال لا أنا هروح مرسى علم محمية وادي الجمال الله ده الصور هناك تبقى أمر بالضبط وبقى جوه البحر وفي شجرة طلعة من البحر ايه الجمال ده احنا في الجروب عملنا هاشتاج اسمه اتصور كأنك في أوروبا شفت لسه بقول الصورة أنا جات بالي على طول أنا لازم راح تصور هناك فالصور هناك فعلا بتحس إنه كأنه المالدف أوروبا مين يا مار أنا روحت أوروبا رأي عزين باردو وفجأة وتجو شوية تلج وشوية حر وتبقى أمين هو ما فيش غير كم محل انت رايح تشتري منه وهي أوروبا ايه فرنسا وإيطاليا فرنسا ايه شانزليزي شو بينج وبرج إيفل يعني لا توري فال يعني أصد والله مش إن أنا بقول بس هي بلد حلوة وكي بس هم بالنسبة لهم ده واو احنا بكل اللي عندنا ده ما فيش احنا عندنا نعم كتير احنا عندنا كل أنواع السياحة في مصر كل أنواع السياحة ايه اذا كانت سياحة شاطئية وغطس او سياحة دينية او دينية كل أنواع السياحة موجودة في مصر اشتركوا في القناة